اللهم صلي على محمد وآل محمد زور سيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين وشهداء السعداء ومولانا قمر العشيرة بالفضل العبا زيارة نيابة عن بقية الله في أرضه وحجته على عباده صاحب الزمان وعن نوابه وعن سفرائه وعن جميع من قلدون الدعاء والزيارة السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح النبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كريم الله السلام عليك يا وارث عيشى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارف أمير المؤمنين علي السلام ولي الله السلام عليك يا ابن محمد المصطفى السلام عليك يا ابن علي المرتبى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا ثار الله وابن ثماره والوتر الموتور أشهد أمنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقيم فلعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهليته بأمجاسها ولم تلبسك من مذل إمات ثيابها وأشهد أنك من دعاء الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي العادي المهدي وأشهد أن من الأئمة من ولك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى رواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى أشهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم بي أبي أنت وأمي يا ابن رسول الله بي أبي أنت وأمي يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلة وجلة المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض فلعن الله أمتنا سرجت والجمات وتهيأت لإتالك يا مولاي يا أبا عبد الله قصدت حرمك وأتيت إلى مشهدك أسأل الله بالشان الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لديه أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة زيارة علي بن الحسين السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن نبي الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم لعن الله أمتنا قتلات ولعن الله أمتنا ضلماتك ولعن الله أمتا سمعت بذلك فرضيت به السلام عليك يا ولي الله وابن وليه لقد عظمت المصيبة وجلت الرزية بك علينا وعلى جميع المسلمين فالآن الله أمتان قتلات وأبروا إلى الله وإليك منهم زيارة الشهداء السلام عليكم يا أولياء الله وأحبائه السلام عليكم يا أصلياء الله وأودائه السلام عليكم يا أنصار دين الله السلام عليكم يا أنصار رسول الله السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصح السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم والله وفزتم فوزا عظيما فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم زيارة قمر العشيرة بالفضل العباس سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين وجميع الشهداء والصديقين والزاكيات الطيبات فيما تغتدي وتروح عليك يا ابن أمير المؤمنين أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي صلى الله عليه وآله المرسل والسبط المنتجب والدليل العالم والوصي المبلغ والمظلوم المهترم فجزاك الله عن رسولي وعن أمير المؤمنين وعن الحسن والحسين صلوات الله علي أفضل الجزاء بما صبرت واحتسبت وعن فنعم أضب الدار لعن الله من قتلك ولعن الله من جهل حقك واستخف بحرمتك ولعن الله من حال بينك وبين ماء الفرات أشهد أنك قتلت مظلوما وأن الله منجز لكم ما وعدكم جيتك يا ابن أمير المؤمنين وافدا إليكم وقلبي مسلم لكم وتابع وأنا لكم تابع ونصرتي لكم وعداء حتى يحكم الله وخير الحاكمين فماكم ماكم لا ما دوكم إمني بكم وبيع بكم من المؤمنين وبمن خالفكم وقتلكم من الكافرين قتل الله أمة قتلتكم بالأيدي والألسن السلام عليك أيها العبد الصالح المطير لله والرسول والأمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام والسلام عليك ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه وعلى روحك وبدنك أشهد وأشهد الله أمنك مضيت على ما مضى عليه البدريون والمجاهدون في سبيل الله المناصحون له في جهاد أعدائه المبالغون في نصرتي أوليائه ألا أبونا نحبائه فجزاك الله أفضل الجزاء وأكثر الجزاء وأوفر الجزاء وأوفى جزاء أحد ممن وفى ببيعته واستجاب له دعوته وأطاع ولاة أمره أشهد أنك قد بالغت في النصيحة وأعطيت غاية المجهود فبعثك الله في الشهداء وجعل روحك ما أرواح السعداء وأعطاك من جناني أفسحها منزلا وأفضلها غرفا ورفا ذكرك في علي وحشرك ما النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أشهد أنك لم تهن ولم تنكل وأمنك مضيت على بصيرة من أمرك مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين جمع الله بيننا وبينك وبين رسوله وأوليائه في منازل المحسنين فإنه أرحم الراحمين اللهم صلي على محمد وعال محمد ولا تدعني في هذا المكان المكرم والمشهد المعرم ذنبا إلا غفرت ولا حمام إلا فرجت ولا مرضا إلا شفيت ولا عيبا إلا سترت ولا رزقان إلا بصدت ولا خوفا إلا آممت ولا شملا إلا جمعت ولا غائبان إلا حفظت اللهم امام زماننا يا الله اللهم احفظ إمام زماننا يا الله ولا لاعبا إلا حفظته وأدنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولك فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل محمد